ذكر البيان أن هكومة كوبا لتالما كانت ملتزمة بدعم وتعزيز جهود المجتمع الدولي المشروع بكل وسيلة ممكنة للحد من العبادة الجماعية ضد شعب الفلسطينية، فقررت الاندمام إلى جنوب أفريقيا في دعوة مرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذكر البيان أن حدف الرئيسي من هذه الخطوة هو وضع حد للفضايا التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعب الفلسطينية باستخدام القوى المفرطة والعشوائية، هذا في ديسمبر عام 2023 قدمت جنوب أفريقيا دعوة إلى محكمة عدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، فيما أعلن عدد من البلدان بما في ذلك جيلي وإسبانيا اندمامها إلى صف جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.